الرياضة المزهر كان في تواجده في الكويت كان قد التقى بعدد من نجوم الكرة الخليجية تحدثوا عن مباراة الاتحاد والأهلي وقدموا توقعاتهم لهذه المباراة ونظرتهم وهم نجوم أكيد كانت لهم نظرة مختلفة نتابع كيف جاءت هذه التوقعات في هذا التقرير والله في البداية احنا الحمد لله رب يعني احنا كسبنا شرف كبير وسعادة انه النهائي راح يكون فيه طرف سعودي اكيد لكن اللي نتمنى ان شاء الله انه يتوج هذا الفريق المتاهل ان شاء الله بنفوزه النهائي بالنسبة لمن يكسب والله يتوقع صعب وفريقين كبار وفريقين المرحلة هذه بالذات المباراة ما تجد تتوقعها مباراة الى زي كده دور الأربع صعب التوقع خصوصا دير بفريق وفي نفس المنطقة في نفس المدينة فمن الصعب يعني هذه في النهاية مباراة الى زي كده ما يقدر ما تقدر تحدد نتجاتها الا خلال أجواء المباراة لانه اللعب هي هم اللي راح يكون عندهم الفيصل صفرة ولا خضرة والله عاد يعتمد على المباراة الله يشوف اليوم انا كنت مع محمد نور ومع زميل حسين عمد القادر واهلاوي ومحمد نور كابل الاتحاد قلت له الاتحاد فايز 2-0 والعلم عند الله اعتقد المباراة راح تكون جدا صعبة بحكم انها ديربي ولها خصوصية عند اهل المملكة واهل جدة بشكل خاص انا من اشد ومن اقدم المتابعين لهذا الديربي وراح اكون اول حاضرين في الديربي الغادم واتتوقعي توقعي ان المباراة راح تبقى لتفكير في مباراة ذهاب وعياب وانت عارف شلو الحسابات وكده مباراة اعتقد انه هي مباراة من شوطين اه اللي بيكسي بالشوطة الاول اعتقد هو اللي بيخلص المباراة لانه هذي اه المباريات دائما تحطى اللاعبين تحطى الضغط والاخطاء اعتقد انه ما يتحمل اخطاء ولكن القاسم المشترك بالمباراة اللي هو الدفاع الفريقين صراحة يمكن شفنا هداف تيجي اخطاء فردية اخطاء بعض الحين جماعية مجرد بين الفريقين بعض الحين الشيط الاول يطلع لك الطريقة والشيط الثاني يرجع في منهم يرجع للطريقة اللي هو يخل يلعب فيها وفيه لاعبين نوعيتهم انهم يلعبون بطريقة معينة اللي يمكن اربعة خمسة واحد فيه لاعبين يلعبون اربعة اربعة اثنين اعتقد خطوط الفريقين اللي هي الدفاعية اعتقد انها هي اللي بتنهي المباراة صراحة احنا نبغى الاصلح للكرة السعودية والكعب عالي في هذه البطولة لو الاهلي موهل انه يكسب الاتحاد وراح يشرف في النهاية اتمنى ان الاهلي يكسب اذا ان الاتحاد يعني بما انه ساحب خبرة في هذه البطولة وعنده روح يعني عنده محمد نور يعني كابتن كبير واعتبره انا افضل لاعب سعودي حاليا فاتمنى ان الاتحاد برضو يكسب يعني اذا انه بيشرفنا في هذه المبارا ولكن احنا كجمهور سعودي يجب اننا يعني مع الفريقين اللي بيقدم كورة احسن يجب انه كلنا نكون معاه واقفين انا ارشح واحد فيهم اتمنى انه الفريق الافضل والفريق اللي ان شاء الله بيتمكن ان يفوز منبرة النهائية اتمنى انه يتأهل للمبارا النهائية بالنسبة لي هم عينين في راس الاتحاد والاهلي يعني الدربي جميل بيكون اتمنى بابن الله انه تكون مباراة جميلة فنيا وايضا جماهليا بالنهاية كرة قدم بالنهاية هي رياضة ترفيه اه ودنا ندخل المباراتين ونتمتع فيها بدون اي احداث لا قموة الرياضة بالصلة وثقتنا ان شاء الله فيهم كلهم كبيرة سواء من ناحية الفنية اللاعبين او حتى الجماهير اه عندي احساس كبير ان شاء الله انه اللي بيفوز فيهم بالمباراتين ان شاء الله بإذن الله بيفوز بكاسة هاسية ان شاء الله انا اتوقع طبعا مباراة رح تكون صعبة لكن اه اتوقع ان خبرة الاتحاد اه اقوى فيها البطولات هذه واحتمال يعني كبير ان رح يحسمونها من الاياء من الذهاب يعني من ال على ارض الاتحاد رح تحسم المباراة لا 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 ما نفصل صفحات بس انا اقرأ الوضع الراهن الوضع الراهن انه النتيجة قوية جدا الاتحاد ممكن تصل في المرة الاولية ثلاثة واحد هذه التوقعات كابتن حمزة يمكن في تخوف حتى من ابداع التوقعات بشكل واضح الاعلامين يتوقعون ما عندهم مشكلة بس النجوم والاسماء المعروفة يعني تحاول انها ما عرف يمكن المباراة فعلا صعبة في توقعها لا هي صعبة في توقعها حقيقة صعب انك تتوقع لانه الفريقين موهلين يعني انكسب الاتحاد ما هو غريب وانكسب الاهلي ما هو شيء مستغرب وعادة اللاعب بيحاول انه ما يخسر الجماهير الناديين يعني لو جاق على الاتحاد والاهلي هيكون في ردة فعل عكسية لكن برية زي هذه حقيقة وأنا من خلال خبرتي في الديربي في مباراة كثيرة الاتحاد يكون مؤهل قبل المباراة انه يكسب والناس كلها تكون متوقع انه الاتحاد فايد تيجي في المباراة تخسر أحيانا مباراة كثيرة يكون الاتحاد ما هو مؤهل والاهله هو المرشح للفوز وتيجي في المباراة وتخسر يعني العام الاتحاد في الدوري كان الاهلي فوضه أفضل والاتحاد كسب أولاة العام في نهاية كاس خدمة الحرمين كانت الترشيحات كلها صالحة الاتحاد وانه الاتحاد هو بطل المسابقة وكسب الاهلي فدائما الترشيحات دي خارج الملعب لكن داخل الملعب أعتقد انه المجهود البدني والأقل أخطاء هو اللي حيكسب تعني لكم شيء سمو الأمير التوقعات؟ لا أولا مو كثير ما تأثر؟ لا لا تقلكك أحيانا؟ لا والله يعني خلينا نأخذها من ناحية الإيجابية يعني لما أحد يتوقع مثل لما يطلع الغالبية العظمى تتوقع الاتحاد مثلا فمعناته أن الاتحاد أفضل فلابد أنك أنت تعمل على تقليص هذا الفارق الفني إذا كان فيه كانوا من أبهونك يعني بالضبط فأنا بالنسبة لي خلينا أنا شخصيا أخذها من ناحية الإيجابية بالعكس أتفائل فيها يعني إذا أصبح مرشح الاتحاد مهندس مقرق التوقعات أحيانا؟ نشوف أنت لا تنسى خرج أنه الفرق اللي وصلت لنصف النهاية أقوى أربعة فرق في آسيا كلها صحيح شايف؟ والفرق السعودية غلبت أقوى الفرق اللي في دورة الثمانية اللي كان مفروض هما يكونوا محلهم في هذا فبالتالي الفريقين السعوديين داخلين بعزيمة بتهيئة نفسية عالية وعارفين إنهم من أقوى الفرق اللي في آسيا وبالتالي من الظلم إنه أقول والله لا الاتحاد رح يكسب ولا الأهل رح يكسب أنا أقول طبعا كل مين يتمنى إنه فريقه اللي يكسب ما فيها كلام ولكن إنه توقع مين رح يكسب بالعكس زي ما قال سمو الأمير إنه والله يقول أنا الاتحاد يكسب 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 يهدي نفسيا والأهل يقول لك والله مدام بقالوا الكلام ده خليني أصعد نفسيا من لعيبتي فبالتالي صعب التكهن ولابد أن الواحد ما يتوقع النتيجة إنما يقول جماعة أنزلوا المنعب وكل من يعطي أقصى ما عندهم طيب أذهب مرة أخرى لزميلين سمير الصوفي يبدأ أولا سمير تفضل مرة أخرى شكرا شكرا زميلي رجال المرة تواجد مع جماهير الاتحاد أكيد جماهير الاتحاد عنده السعداد للمباراك من أهازيج وتشجيع الجماهير المتواجدة الآن في السادة الأميرة عبد الله الفصل كانت دندين قبل قليل ما رأيكم تعطونا هزوجة يلا يا شباب يلا يلا شلوها شالا والفوز الليلة شلوها شالا والفوز الليلة شلوها شالا والفوز الليلة شلوها شالا والفوز الليلة او ليلة او ليلة او ليلة الاتحاد الغالي او ليلة او ليلة او ليلة الاتحاد الغالي ويلدتي عزك عزنا ويحلى يسن في قلوبنا اتحاد العب يا الأصفر وانتصر والليلة جمهورك حضر اتحاد 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 الله يعين العشاق مشتاق شوف ومشتاق الله يعين العشاق مشتاق شوف ومشتاق الله يعين العشاق اتحاد اتحاد ايضا الجماهير الاهلاوية مع الزميل رياض المزر رياض الكلمة اليك يعطيك العافية سمير يعطيك جمهور الاتحاد من قلب الجمهور الاهلاوي ومن جنب الحبيب ومن جنب احد زملائي في الدراسة على فكرة ملعي الشهري يطيك العافية حمزة يطيك العافية وسود البرقاوي نبغى نسمع بدر ما نبغى نسمع نبغى نطرب معكم يلا يا الاهلي لعبك حماسي والفوزي ما طلب أساسي يا الاهلي لعبك حماسي يا فكتور انت حماسي يا عمدا وانت حماسي كي سيري وانت حماسي يا الاهلي وانت حماسي جمهورك انت حماسي يا الاهلي يا ربا من عندك خسرا يا الاهلي يا ربا من عندك خسرا يا الاهلي انت حماسي يا فكتور انت حماسي انت حماسي يا الاهلي انت حماسي حماسي يا فكتور انت حماسي يا مورا وانت حماسي يا كامل انت حماسي يا حربي وانت حماسي معتزي وأنت يا الأهل يا ربا من عاندات حسرات يا رجل أنت يا رجل سلامي يا رجل أنت والفوزي ما أطلب معيوفي وأنت مسعد وأنت تيسير وأنت والليلة ليلة تفوز يا الأهل نبغى الفوز والليلة ليلة تفوز يا الأهل نبغى الفوز زمينة رجل الله زمينة رجل الله أنت أساسي وحماسي اليوم من الأرض الملعب تفضل شكرا جزيلا شكرا رياض بس إذا تديهم خلاص رياض عشان بس الصوت يكون أكثر وضوحا شكرا للجماهير في الجانبين شكرا لرياض المزهر لسامير الصوفي مرة أخرى نشكرهم الجمهور ونعود مرة أخرى للحديد تفاعلوا زيادة طيب حماسهم زايد يا مهندس والله من حقهم من حقهم جمهور الابتحاد جمهور الأهلي من حقهم هذا الحماس صحيح هذا الحماس كابتن حمزي يعني كثير لللاعب في الملعب أكيد طبعا بس أحيانا يتحول إلى ضغط على اللاعب أم لا؟ هو غالبا ترى ومش أحيانا غالبا أنت تشوف الفرق دائما على أرضها بتخسر لأن الجماهير أخص إذا كان الفريق ما هو في وضع فني قوي ما بيكون قادر أنه يتحكم في المباراة من البداية بداية المباراة هي اللي بتفرق أنك أنت دائما يكون جمهورك في صفك لازم أنت من البداية تبدأ بشكل قوي لازم أنك تبدأ في ناحية هجومية يكون عندك فرص يكون عندك خطورة فهذه النقاط اللي هي بتحمس الجمهور ويكون الجمهور في صفك لكن لو تكون البداية متعثرة داخل الملعب فيبقى الضغط النفسي يكون عكسي سمو الأمير نتكلم في نفس هذا السياق يعني أكيد أن كل الأوراق بالنسبة لكم واضحة في الجانب الاتحادي بس أكيد لازم في شيء يشغل بالك يقلقك تخاف أنه يحدث لفريقك وبالتالي تجد نفسك في مازك صعب يعني إن كانت كثرة بطاقات إن كانت أخطى في البداية أدف مبكر منخفاض لمستوى لعب معين غياب لعب معين لا هي العوامة أنا قلت لك المبارات مهما حللنا ومهما تطرقنا لها فنيا إلا أنها ما تبدأ فعليا إلا مع صافرة الحكم وأحداث المبارات الفعلية هناك اللي يتخاف منه عادة أنه عدم توفيق المجموعة طرد اللاعب تسجيل هدف مبكر لكن هذه لا بد أنك تكون حاطلها يعني فيه احتياطاتك جهز الفريق لأي شيء ممكن يحدث أثناء التسعين دقيقة إذا الفريق ما هو جاهز أنه يرجع لجو المبارات فمعناته أنت خسرت المبارات تماما لكن ساعات ممكن تستقبل هدف بدري ويكون هناك ثقة من اللاعبين أنهم قادرين على العودة للمبارات ثانية مثل ما حدث نادل اتحاد في مباراتهم في قوانزو كانوا خسرانين 2-0 كانوا ضغط كله على نادل اتحاد لكن تماسكوا فريق نادل اتحاد إلى أن سجلوا هدف وكسبوا المبارات بنتيجة المباراتين فهذه كلها عوامل أنت ممكن تتعرض لها يعني داخل الملعب لكن هنا يعني الاعداد النفسي والتهياء النفسية كلها أيضا نسبة عالية من التحضير لا نرمي كلها على جانب فني الكابتن حمزة قالها في بداية البرنامج أن التهياء النفسية مهمة عدم الاستعجال أيضا مهم فاللي يتخاف منه يعني هذه الأحداث اللي ممكن تقلقك في المبارات لكن بإذن الله إذا كان الفريق معد أعداد جيد فما عنده مشكلة بإذن الله من إيش تخشى مهندس على فريقك؟ والله أخشى على فريقي أنه منزل تحت طقت كبير إنه ضروري يكسب المبارات الأولى وكده لأنه على أرضه فبالتالي لابد إنه انتبه انتبه ما يقع في أخطاء خصوصا إنه لدينا كم كرت يعني في أربع كروت عندنا لو أخذوا الكرت الثاني كلعيبة ممكن يحرموا من مبارات الإياء فهذه مهمة إنه لعيبتنا ينتبهوا للموضوع ده إنه في شوت تاني نعم ما هو الشوت الوحيد فإذا كان لا سمح الله ما حالفهم الحظ ولا شيء مو معناه إنه يبدأ بمخاشنة وشيء زي كده أو لعب رجولي يجلب لنفسه كرت تاني يقدر الساعة خسر نفسه في الشوت التاني واللي هو تسعين دقيقة أخرى فبالتالي يعني أنا بس أعتقد إنه المدرب عندنا روحه النفسية والمعنوية كيف نحفز اللعيبة يعني عنده الثقة الكاملة نعم يعني الآن معهم حوالي هو مدرب خبير يعني وقارئ للمباريات بصراحة وتلاقي تقول لك والله الشوطان أول ما كان كده والشوطان الثاني تلاقي غير المباراة ودخل بطريقة مختلفة تماما ويقلب النتيجة بسألك عن أصعب مرحلة مرت عليكم مهندس ولكني قبلها وأسأل أيضا الأمير فهد من خالد في هذا المشوار الطويل في آسيا